وطيرة تنفيذ متسارعة يعرفها مشروع تهيئات ود الحراش بالعاصمة والذي يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية لعاصمة البلاد لاستكمال عشرة مواقع مخصصة لفضاءة الترفية بمساحة 200 هكتار مساحات خضراء تقدر بـ 200 هكتار من أصل 603 هكتار التي شغلها ود الحراش فضاءات للعب، ملاعب رياضية مختلفة كورت القدم، كورت اليد، كورت السلة، التينيس، مسارح على الهواء الطلق أنظمة جديدة ومتطورة سيتدعم بها مشروع تهيئات ود الحراش لضمان سيولة المياه ومواجهة خطر الفيضانات نظام لضمان سيولة الماء في ود الحراش وخاصة في الفترات الجافة إنجاز نظام آخر وهو فريد من نوعه على الجزائر على كل حال هو نظام مراقبة ود الحراش مراقبة هذه فاش تتمثل تتمثل أولا في مراقبة ضد الفيضانات مراقبة نوعية المياه تعود الحراش وهي عبارة عن مخابر مصغرة تشتغل أوتوماتيكيا تأخذ عينات من ود الحراش وتقوم بالتحاليل تتواصل أشغال تهيئات مشروع ود الحراش بالعاصمة بوتيرة متسارعة قصد تسليمه في الآجال المحددة ليكون بمثابة واجهة عصرية للجزائر العاصمة